لأول مرة في تاريخ أمريكا مناظرة رئاسية استثنائية جمعت ما بين رئيس سابق وهو دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كاميلا هاريس المناظرة دي العالم كله كان مستنيها وكانت فرصة لكل واحد فيهم أنه يدافع عن سجله في الحكم خلال الأربع سنين اللي فاتت ترامب حكم من 2017 ل2021 وهاريس كانت نائبة بايدن في الأربع سنين اللي فاتت حقيقة المناظرة انتهت منذ ساعات قليلة وعيون السياسيين والعالم كله توجهت لمتابعة مجريات هذه المناظرة المناظرات الانتخابية لها طبيعة في المشهد الانتخابي الأمريكي هي محرك أساسي في العملية الانتخابية الأمريكية نحن نتكلم على 8 أسابيع بتفصلنا عن اليوم المشهود للانتخابات الرئاسية الأمريكية مناظرة انتخابية قد تكون الأخيرة بينهم بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب وهي محطة فاصلة في الصباق إلى البيت الأبيض كانت ساخنة جدا كان فيه كثير من الموضوعات داخليا وخارجيا تم طرحها خلال هذه المناظرة سنعرف أكتر وحنفهم أكتر مع حضراتكم أهمية هذه المناظرة وتأثرها على الانتخابات الأمريكية وأبرز ما قيل من المرشحين دونالد ترامب وكاميلا هاريس مع ضفن الكريم اللي بنوارنا دايما في صباح الخير يا مصر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أهلا دكتور طارق أهلا وسهلا دكتور محمد يعني بداية طبعا حضرتك تباعت هذه المناظرة من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة الانتباعات الأولى هنقدر نقول أنه في أحد المرشحين خرج منتصرا بعد هذه المناظرة وشايف أداء كاميلا هاريس إزاي أمام أداء دونالد ترامب الرئيس السابق هو سؤال صعب جدا طبعا لكن نستطيع أن نقول بيعني إجمالا أنه الاثنين متأرجحين يعني ما فيش حد قدر يتفوق على الثاني إحنا بنقسها من زويتين ماذا قدم المرشح السفات الشخصية السمات الشخصية إدارة المناظرة تمت إزاي في بعض الملاحظات الأولية لحضرتك تقدر تبني عليها في التحليل أول نقطة الارتجال لدى الرئيس ترامبو كان واضح أنه هو منفعل ولغة الجسد كانت متغيرة عكس ما كان في المرة السابقة مع الرئيس جو بايدن واكتسح بصورة أو بأخرى السيدة هاريس التزمت بي نقاط محددة من الواضح أن الحملة الانتخابية بتاعتها انضبطت بصورة معينة فكانت الأسئلة والأجوبة محددة ولم تخرج عن سياقها فيها في جزء كل طرف خاطب جمهوره بالتأكيد ودي حاجة بديهية لكن السيدة هاريس حاولت أنها تستدعي شرائح جديدة في المجتمع الأمريكي من الواضح أنها غزلتهم باللغة الانتخابية المباشرة ترامب هرب من أسئلة كتيرة يعني حينما سؤل عن موضوع الرعاية الطبية أو البرنامج الطبي قال أنه هيبحث عن الابشن أو البديل والخيار اللي أنا هتعامل معاه لكنه لم يحدد هذا فسؤال آخر طب إيه شكل البديل لم يجب على هذا السيدة هاريس كانت واضحة جدا في موضوعات زي موضوع الهجرة زي موضوع البرنامج الطبي أو الصحي في الموضوعات بتاعت الهجرة الغير شرائية يعني اتكلمت بتفاصيل واضحة جدا بصرف النظر الاتهام اللي وجه ليها أنها أخدت برنامج بايدن وده أمر طبيعي زي ما حاجة عارف دكتور محمد ده برنامج حزب فهي بتتحرك في الإطار الخاص بالنقاط الرئيسية الحديث بقى عن الفوارق فيهم فيه جزء فيه موضوع أوكرانيا إسرائيل الصراعات الخارجية نزاعات العسكرية الاتنين كانوا واضحين جدا وفك برنامج الحزب لكن السيدة هاريس كانت واضحة جدا لم تكن تريد إحداث انقسام في الحزب الديمقراطي لأن الحزب الديمقراطي فيه انقسام زي ما حاجة تعلم دكتور محمد بالنسبة لأزمة أوكرانيا وبالنسبة لأمن إسرائيل ترامب كان واضح جدا في هذا الموضوع لكن كان فيه تناقض أنا حنهي الحرب في أوكرانيا وعشان الانفاق العسكري والمخصصات أما سئل عن غزة قال وإنه حيدعم أمن إسرائيل وحيستمر في هذا فحينما سئل أنه فيه تناقض بين أوكرانيا وبين إسرائيل قال مصالح أمريكا في الاتنين طبعا فيه مصالح لكن من الواضح أنه هو ركز على الشريحة التي تؤيد دعم إسرائيل بصورة أوبو هل كل رئيس أمريكي بيجي لازم يفوز باللوبي الإسرائيلي أو اللوبي اليهودي في الأول يعني بحيث دايما دي خطوة أولى لازم يعملوها لا مش هكون صدم لحضرتك الصوت اليهودي مش مؤثر عكس ما هو شائع يعني هو ليه تأثير في دواير معينة في بعض الولايات اللي احنا بنقولها اللي هي بترجح نسب الفوز طبعا زي ما حكي عارفة فيه سبع ولايات دي في سوابت أو معطيات العملية الانتخابية هي اللي تنجح أي رئيس بسبع ولايات رئيسية المتأرجع لها بتدي الأصوات مش العائمة الأصوات اللي هي الكتل الصلبة المباشرة الصوت اليهودي عكس ما هو شائع طبعا إيباك كبرى منظمات اليهودية في الولايات المتحدة لا تأثير لشك في الميديا وفي وسائل الأعلى وفي كل حاجة لكن مش بالشكل الضخم إنها تدي الصوت وهم يصوتوا تقليديا أو في المعطيات الرئيسية للديمقراطيين لكن هو ترامب بيحاول يستقطب شرائح منه زي ما حضرتك بقى أنا عدة أشر نقول الجاليات العربية والإسلامية لها تأثير لا هي ملاش تأثير كبير يعني الرقم الأساسي في عملية الفوطن مش كبير فآه هم ليهم نفوزهم وتأثيرهم لك إذا مين ليه تأثير التأثير هي طبعا فيه شرائح في المجتمع الأمريكي اللي هي الكتل الصلبة حضرتك إن الحزب فيه معاقل تصويت للحزبين تقليديا في أي انتخابات أمريكية بتدي الصوت لحضرتك بصرف النظر عن حضرتك بتقولي إيه في الحزب فدي اسمها الكتل الصلبة الولايات الرئيسة اللي هي تدي لحضرتك وترجح تدي الدكتور محمد ومتديش طارق دي الكتل الصلبة لكن فيه حاجة بقى اسمها الكتل العائمة وفيها لحالة سيولا اللي هي لا ترجح ده لأنه فيه مشاكل طبعا متعليق إذا ما حيك عارفها في المجمع الانتخابي النظام الفيدرالي الأمريكي نظام عطيق صحيح في كل انتخابات نتكلم دكتور محمد هم عايزين نسلحوه وفيه طبعا مشروعات تطوير كتير جدا وفيه دكتور طارق الولايات متأرجحة دائما وغيره من الأنماط الخاصة بالعملية الانتخابية الأمريكية لو رجعنا مرة تانية لمناظرة الأمس أو الانتهت منذ ساعات قليلة فيما يتعلق بالمنطقة بالشرق الأوسط وأكيد حابين نتعرف أكثر على رؤية البرنامج الخاص بكاملة هاريس ودونالد ترامب فيما يخص الحرب الدائرة الآن على غزة شفنا مبرحة كلمة مباشرة لدونالد ترامب اتهم فيها كاملة هاريس وقال لها أنت تكرهين إسرائيل وإذا فازت كاملة هاريس ستختفي دولة إسرائيل خلال سنتين هل هناك اختلاف فعلا في الرؤية ما بين كاملة هاريس ودونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب الدائرة الآن في غزة وملف القضية الفلسطينية؟ يعني هو إجمالا حضور محمد السيدة هل سأقول لك حل الدولتين أو فكرة حل الدولتين أو مقربة حل الدولتين الحزب معروف تاريخيا حزب ديمقراطي بيؤيد فكرة حل الدولتين ويؤيد بطبيعة الحال وقف الحرب في غزة وعدم السداف المدنيين خطاب جيد في شكله الرئيسي جيد لكن على الأرض مختلف يعني حضرتك شفت أن الرئيس الأمريكي راح إسرائيل القادة الأمريكيين أغلبهم راح وأعداء سنتور زوم ساعدينهم راحوا على إسرائيل وتأمين أمر إسرائيل والمخصصات جزء بس هو منه مرتبط ببعض النقاط المخصصات المالية الكبيرة يعني هو بيتكلم أما جاء إدول 20 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضين لإسرائيل والأسلحة المعطلة والشاحنات المعطلة حطوا نقطة حسن استخدام الزخائر والمقذفات في مسارح العمليات يعني هو بيتكلم على المدنيين لكن هو أداله قائمة تحفزية كما صحيح مش بهدف المفاوضات أو أنه يدفع إسرائيل المفاوضات لا ده الكزام لأنه إحنا تملي نقول برضو من سوابة العملية الانتخابية نقولك أنه إسرائيل قضية لا محل فيها للتجاذب حضرتك ما بين الديمقراطين والجمهوريين في الكونجرس ومجلس الشيوخ يعني لا يكون هناك تجاذب أو تباين في الدعم أو شكل الدعم سواء كان عسكري أو سياسي أو ما إلى ذلك لكن الديمقراطيين لديهم رؤية ومقربة حقيقية لفكرة حل الدولتين إذا جاء ترامب الناس فاهمة ترامب النسخة القديمة لا صحيح النسخة الحكم لكن طبعا هو مش هيجي يكمل حتق حاجة اسمها صفقة القرن ده هزيان مش هيحصل ده هو النهاردة بيعتمد هو نضج سياسيا بالمناسبة يعني بصرف النظر عن فكره الفوضوي واليمينية المتطرفة والكلام اللي حضرتك هو الشعبوية الكبيرة في أمريكا هو النهاردة لا هو النهاردة بيعتمد على مراكز أبحاث في ثلاث مراكز بحثية في أمريكا هو بيشتغل معهم مراكز بحثية صعبة جديدة بحثين من جيل الوسط بيتكلموا على أفكار جديدة الشرق الأوسط اللي حضرتك سألت فيه هو ده المهم بالنسبة لنا أنه هو بيتكلم على مقاربات جديدة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أنه إنهاء الحرب في غزة تأمين المصالح الأمريكية استئناف موضوع التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط أنه يبقى فيه شرق أوسط جديد بتحكمه ضوابط الاستقرار والمصالح الأمريكية العليا لكن هو ما بيقربش من موضوع سحب مثلا القوات الأمريكية أنت عندك النهاردة 40 ألف جندي أمريكي عندك تحرك عسكري كبير جدا في الإقليم في الحملة الانتخابية وحتى المناظرة لم يقترب من هذه الأمور يعني هرب منها أن القوات الأمريكية تتعامل معها إزاي لـ 40 ألف دولار هيروحوا فين الحضور الأمريكي العسكري اللي في الإقليم الكبير هتتعمل فيه هرب من هذه الأسئلة يعني المناظرات عندهم الأمريكان بيهتموا قوي بيها يعني يمكن المناظرة اللي كانت ما بين ترامب وبايدن هي دي اللي قلبت الموازين واللي بسببها رأى الديمقراطيين ويعني الشعب الأمريكي كمان كله رأى أنه من الأفضل لبايدن أن ينسحب ومن ثم قامت هاريس بالترشح كان فيه مشادات كثيرة قوي مبارح هاريس يمكن قالت أن ترامب ترك فوضى كبيرة في الولايات المتحدة ترامب قال أن الدولة الأمريكية حاليا دولة فاشلة لنقوم بدور قيادي هاريس كمان قالت أن زعماء العالم يمكن بيتحكوا على أو كانوا بيتحكوا على الوقت اللي كان بيحكم فيه ترامب النوع ده من المشادات هل ده اللي فعلا بيأثر على الناخب الأمريكي؟ يعني مش بالصورة كبيرة أو الضخمة طبعا الهجوم الشخصية أو الانتقادات الشخصية دي أمور طبيعية بالمناسبة حضرتك لكن السيدة هاريس التزمت ببعض الحاجات هي انتقدت ليه النقطة اللي حضرتك أشرت بيها ليه سبب بسيط قوي ترامب اتهمها أنها ليست لها خبرات في العلاقات الدولة فطرت الحملة تنشر اللقاءات اللي هي عملت وعملت لقاءات كتيرة جدا في العالم وهي تحظى باحترام لأنها هي سياسية قديرة يعني مش تكرير معين يعني لكن هي المشكلة عند ترامب أن هو بيدخل فيه انتقادات شخصية رجل ارتجالي حتى لغة جسد هو بيتكلم هو برجل ميديا في الأساس وبالتالي فيه جزء مما يتحدث به نقل بصورة إيجابية إلى السيدة هاريس هي سيدة رازينة بتكلم به لغة مختلفة خلي بالحضرتك المجتمع الأمريكي دكتور محمد مولع بالظواهر يجيب فنان مثلا زي ريجن يجيب أوباما أفريقي فالمجتمع الأمريكي عكس ما هو الشائع لا المجتمع الأمريكي مولع بهذه الظواهر فربما تكون المفاجأة أنه يأتي بالسيدة هاريس لأنها سيدة في الآخر يتكلم شرائح في المجتمع وليها جذور أسيوية ويعني فيه بعض المميزات يعني هم مولعين به الظواهر اللي هم ممكن يجيبوا بيها لأنه برضو الوجهة حاجة يا دكتور محمد وبيحصل حاجة تانية النظام الفيدرال الأمريكي بيفرز أمور كتيرة جدا ومتغيرات كتيرة جدا وهو بيتعامل معها فيه مؤسسات القوة في النظام السياسي الأمريكي عند لحظة التغيير اللي حصلت أيام ترامب وإقتحام الكونجرس وتأثر نموذج الأمريكي زي ما حضرتك شوفت كده للعالم كان لابد أن يأتي رئيس بمواصفات بايد صحيح طب إذا انتقلنا من الشرق الأوسط إلى ملف مهم جدا طبعا ملفات الداخلية والاقتصاد والرعاية الصحية تضماناتها المنظرة لكن احنا بتكلم على ما يدور على مصرح السياسة الدولية الحرب الروسية الأوكرانية كيف كان نصبها مبارح في المنظرة احنا شفنا حديث ترامب أنه احنا في حالة سوف تقود إلى حرب عالمية ثالثة وحظر أنها قد تكون حرب نووية في نفس الوقت هاريس بتتهم دونالد ترامب أنه حيكون العوبة في يد بوتين وأنه لن يتمكن مرة أخرى من استخدام الحضور الأمريكي بشكل كبير في هذه الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية شايف كيف تم معالجتها مبارح في المنظرة يعني شوفوا طبعا الرئيس ترامب يتبنى مقاربات تبدو عفوية لكنها فيها جزء منها غير صحيح يعني سأنهي الحرب تصريحاته كده كوتيشنز بقى مقتبسات من الحياة يقول لك أنهي الحرب باتصال هاتفي طبعا هذا طب إيه الحل؟ هل ستعمل مؤتمر دولي؟ هل ستكون هذا؟ زي ما هاجم في موضوع الانسحاب من أفغانستان فهي رؤساء أمريكان صادقين ما عرفوش يعمله اللي عامل رئيس بايدن وهو الانسحب أيا كان شكل الانسحاب بهذا الإخفاء في جزء مما سيجري هو تعامل الولايات المتحدة مع الصراعات في العالم سواء في روسيا أوكرانيا وأيضا في غزة هل لديهم رؤية للأمانة تقتضي أنه تحليل مضمون الاثنين الحملة الجمهورية ودية مجردية لا توجد أي مقربة يعني ما فيش تعامل الاثنين بيدعموا لا يزالوا أوكرانيا وحيكملوا الخطوة ده أو ده يعني فأنت بتختار بين السيء والأسوأ فحيكمل أو حيكمل في ده بالنسبة لغزة وده اللي يهمنا أنه بيكلم على تأمين المصالح العليا لإسرائيل وتوفير المخصصات لها لكن ما تكلمش إزاي مثلا ترامب هينه الحرب إزاي في غزة يعني هل حيطرح مؤتمر دولي يعني الناس بقى اللي بتفكر معاه في المراكز البحث وبيوت الخبرة اللي هو عملها دي بيكلموا لابد أن أنت تعمل مؤتمر زي ما عمل كارتر مع المصريين ومع الإسرائيليين فأنت أول ست شهور تجيب النازي كلها مؤتمر السلام وتعمل مؤتمر السلام في بلير هوس وتقترحوا عليه أفكار كتيرة جدا هل هو حيبقى قادر يعمل ده يعني هل هو حيشابه كارتر في ده مثلا هل عنده الإمكانيات يعملها ولا حيستمر في موضوع دعم إسرائيل إسرائيل طبعا يهمها وصول الرئيس رامب لكن المشكلة مش في الوصول هو موضوع الدعم وفرض المخصصات دي أمور طبيعية يعني لا محل فيها قلت للتجاذب حضرتك بطور محمد يعني منقفش قدامها كتير لكن المهمة هل هيوقف الحرب طب إيه أدواته طب إيه التولز أو الأليات اللي حيشتغل عليها هي ده الأهم بالنسبة لنا إحنا في الشرق الأوسط طيب إيه نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل مرشح من المرشحين الاثنين ده سؤال صعب جدا حضرتك لكن هو طبعا هارس عنده مقاومات كتيرة للأمانة يعني فيه جزء من معطيات شخصيتها وتاريخها والكارير اللي مشت فيه تستطيع إنها تقدم شيء للأمريكان هي طبعا وضع إنها كنائب برضو حيث ما تتوقفيش أمام ليه لأنه هي خلاص انتقلت إلى شكل الصراع على الرئاسة فخلاص ثمان أسابيع ربما تكون حاسمة لكن هي فرصها أكتر بصرف النظر عن استطلاعات الرائع خلي بالحظك استطلاعات الرائع في أمريكا ملونة بطور محمد حيقولي يعني هي بتعامل فيها كثير قوي من الأمور اللي هي شركات ميديا وشركات مراكز نفوذ لكن البعض يقول إن الراد ناكس مثلا هم وراء ترامب بعض المهاجرين قد يرشحوا أكتر كاملة هارس بسبب طبعا أن ترامب ضد أو عنده تصرحات دايما ضد المهاجرين فالنهار ده مين فيهم عنده نقاط القوة في شخصيته اللي بتجذب الاختلاف والتنوع الكبير قوي في المجتمع الأمريكي هارس تحقق الوحدة الأمريكية قولا واحدا تحقق الوحدة الأمريكية ليه لأنها خطابها تهدني وتوافق حضرتك مع كل الشرائح المجتمعية خطاب الترامب خطاب إقصائي يعني وفيه نوع من الاستعلاء فيش موضوع الهجرة والحدود مع المكسيك لا فيه هو خطاب إقصائي ففي الميديا الأمريكي تحدى لبعض الشيء يعني نبرت الحديث عن ملف الهجرة لدى الخطاب السياسي لترامب اختلف بعض الشيء اختلف طبعا لا لا اختلف ما انا بقول له حضرتك هو بقى أقصر نوتجل النهاردة هو لو كان التزم أنا في تأديري في المناظرة دي ربما تكون فيه مناظرة بالمناسبة في أكتوبر يعني أنه حيطلق الواب لكنه ربما يرتبه لأنه حملته دعت بعد انتهاء المناظرة النهاردة الفجر قالوا أنه ممكن نعمل مناظرة في أكتوبر يعني لو التزم ببعض النقاط الرئيسية الموجهة لي أنا في تأديري حيجزب شرائح في المجتمع لكن هل أنا ممكن يعني بتخيل مع حضرتك مع رغش لكن بعد إقصاء مجموعة كبيرة أو جزء كبير أو شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي وهو أصلا المجتمع اللي قائم على الهجرة يعني أمريكا كلها مهاجرية بس هو بيتكلم على مصالح الأمة الأمريكية وليس الشريحة يعني هو النهاردة بيتكلم مش في إقصاء بمعنى الإقصاء ربما التعبير من الصحيح لكن هو محاولة لتنحية هذا الملف الملف ده مزعج يعني زي ما قلت لحضرتك مثلا ملف الرعاية الصحية قالوا له طيب البديل إيه؟ ما ترحش أوبش يعني ما جابش بديل أو سيناريو حيتعامل إزاي؟ كان ممكن يطرح أي رؤية لكن سيحسب عليها ففي جزء من ده هو محاولة للتأكيد على إنه هو صحيح لأنه هو بنى موقفه على موضوع الهجرة مثلا يعني موقفه من الولايات السابقة النهاردة هو بيتكلم أمريكا أولا فده برضو بطلقى كبول لكن فكرة الفوضوية والشعبوية دي بدي طيار موجود من الانتخابات السابقة طيب الملف الاقتصادي ملف مهم جدا يعني الناخب الأمريكي دايما بيهتم بشؤون الداخل بحياته المعيشية من المرشح الذي سوف يحسن ما يقدم بالضرائب الحالة المعيشية الداخلية شفت الملف الاقتصادي إزاي مبرح دكتور طارق خصوصا أنه ترامب اتهم بايدن بشكل أساسي وكمان كان فيه اتهمات متبادلة أنه فيه تأخر واقتصادي شديد وإحنا ورثنا من دولارد ترامب أزمات اقتصادية كبيرة جدا هذا الملف كيف علاجه كل المرشحين؟ المشكلة في الملف الاقتصادي في نسب التدخم وفتح وغلق الاقتصاد في مراحل معينة بايدن اضطر أنه يأجل القرارات الفيدرالية الاقتصادية وكان فيه مشكلة زي ما حضرتك تعلم في موضوع رفع النسب بتاعت التدخم ويأثرت على المراكز المالية في العالم طب نقطه من أول السطر هل هو حيطرح رؤية؟ هل هو حيقدم رؤية؟ الموضوع الاقتصادي شائق جدا في الولايات المتحدة ولا يوجد حل بالنسبة لرفع نسب التدخم دي أو التعامل معها لكن هو ترامب قدم للأمانة رؤية خاصة بنسب البطالة بنسب التشغيل دي مهمة جدا وذكر الأعضاء الحاملة أن احنا في الولاية السابقة قدرت أن أنا أواجه ده وأوفر ألاف الوظائف أو كذا لكن فيه نقطة مهمة جدا أنه ترامب داعم بالأساس إلى مجموعات من أرباب الأعمال ورجال مال وأعمال كبار بصورة كبيرة على عكس ده هارس هارس بتكلم الطبقة الوسطى وبتكلم على الشرائح التي تستقطب من الطبقة الوسطى للطبقة العليا هو شريحته أعلى هل هو قادر دا يعمل دا؟ طبعا الولايات المتحدة بتواجه حضرتك أزمة في الملف الاقتصادي ليست داخليا فقط لكن أيضا مع القوى الخارجية خصوصا مع الصين في الموضوعات المرتبطة بالرسوم الجمروجية والضرائب الحماية ففي تفاصيل كتيرة هي مرتبطة بالخارج أكتر من الداخل أنا أرى أن ترامب ربما يكون رؤيته في الموضوع الاقتصادي أعلى من السيدة هارس في دا لو حالك بتقارن خصوصا في الولايات السابقة ليه كان طرح رؤى كثيرة لكن هو برضو غامر بنقطة معينة وقالها في المناظرة أن الرئيس بايدن زجب أمريكا في كثير من المناطق وأخفق فيه فضرب مثال بأفغانستان وقال العراق لم يستخر وقال أن الأقاليم المختلفة أو المصالح المختلفة لم يحدث فيها تطور والأخطر أنه حذر من موضوع الاختراك للانتخابات الصين وروسيا أن الصين وروسيا ربما تدخل في العملاء الانتخابية فهو عمل في الزحعة للناخب الأمريكي الناخب الأمريكي بالمناسبة هو بيدي صوت هو مش مرتبك يعني فيه في العملاء الانتخابية زي ما حداك تعال من طور محمد أنه فيه أصوات حضرتك اللي هو الصوت العائم أنه هو مش عارف يدي إيه الشرائح دي موجودة في المجتمع بالنسبة للملونين بالنسبة لي اللي جايين من مناطق متعددة خلال آخر أربع خمس سنين فده فيه مشكلة في التعامل معاهم ده صوت عائم ما يقدرش يدي ليه مقابل القتل الصلبة اللي هي تقدر تدي تصويت أوتوماتيكي للحزب ده أو ده يعني فيه أوتوماتيكي فيه سهولة في أنه يدي أعلى من المواضيع المهمة أوي كمان اللي بتهم الناخب الأمريكي أو السيدات في أمريكا هو حق الإجهاد ويمكن في 1999 كان فيه زي انتروفيو أو لقاء تلفزيوني مسجل لدونالد ترمب وقال أنه يعني بيؤيد حرية الاختيار أما في 2016 فهو قد منع تماما حرية الاختيار لدى السيدات فيه حق الإجهاد ومن بعدها لقينا ماي بادي ماي رايتس والحملات الكتيرة قوي اللي قامت بها السيدات هل النهاردة في 20-24 يجد ترمب أرضية وسطية في موضوع الإجهاد بالتحديد؟ أه طبعا وهو بيخاطب شريحة موجودة في المجتمع الأمريكي وربما أنا النقطة دي حضرتك يكون فيها أشتر من السيدة هارس لكن هذه الانتخابات هيركز فيها على الأبعاد الخارجية لأنها بتأثر نمط حياته يعني ما حضرتك أخذ من حضرتك كمواطن أمريكي مخصصات وديال إسرائيل أديال روسيا أطلع بها حارب خارج بتأثر عليه في الداخل فأصبح النهاردة هو بيهتم بإسرائيل مش نتيجة للتحالف أو مع روسيا عشان حلف إنها يتقول أنه هو بيكلم حضرتك عن مصالح الأمريكية العليا في العالم ففيه مشكلة النهاردة ما ترحوا الاتنين فكرة الضرائب التصعودية ترامب ترحى من رؤية أنه أنه ممكن فرص تشغيل الشباب فرص فتح الاقتصاد تبقى مفتبطة بالضرائب التصعودية اللي هي تبقى ممنوحة فبيدي منح إلى حين أن الشباب يشتغل والديل ده زي كانت الأمور متعلقة بالبطال النهاردة السيدة هارس عجبت بزكاء جدا إن الحزب الديمقراطي هو من أسنى هذه الموضوعات قبل الحزب الجمهوري قبل الولاية حتى اللي هو مسك فيها ففيه نقاط يعني طلاقي بين الترافين خلينا نقول إن هذه المناظرة ما نقدرش نقول مين انتصر فيها دكتور محمد فيه تأرجح فيه انتظار وحتى استطلاعات الرأي بتقايم وفيه تقارب شديد جدا قريبة بشورة كبيرة جدا وبرضو الولايات اللي احنا بنقول اللي هي السبعة دي لسه موقفها مش واضح لأن فيها حملات انتخابية شغالة فتقدر توقت بزك هل خلال التمن أسابيع أو الفترة المقبلة لحين موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيحصل تغير فيه الاستراتيجية الانتخابية لكل المرشحين بتأكيد هتشوف إنه فيه شغل اللي هيبقى مختلف لكل حملة من حملات كاميرا هارس أو دونالتو هم بيدرسوا يعني اللي احنا طبعا بنشوف الكاديميين بقى بنجيب الحملات الانتخابية بالشخصيات المرشحة فرق العمل اللي بتشتغل ما بين الطرفين لأن أغلبهم بييجي فيه الإدارة يعني الشخصات اللي حاجة بتشوفها دي اللي هي في الحملات الانتخابية دي مش مجموعات شغالة على الميديا بس لأ دي شغالة في كل المجالات فبالتالي احنا عنينا برضو عليها في عملات التقييم للحملة الانتخابية والعملات الانتخابية بيغيروا في حاجتين بقى دكتور محمد في الموضوعات يدوا موضوعات زي ما حدك ذكرت يبقى فيه موضوع أعلى من موضوع فيتكلم في الاقتصاد خلال الست يركز فيهم يعني فيه أولويات في إدارة الحمل في اختيار الموضوعات اللي هي ترجح فرصه وانا اعتقد انه السيدة هارس الفرص أفضل لأن هدوءها واتزانها ومخبطها للرأي العام رأي العام الأمريكي عايز خطاب طوافق الآن وليس خطاب انقسام فيمركز على فكرة الوحدة ان احنا نوحد المجتمع الأمريكي نعمل الانتجريشن الضايع ده اللي هو كان في فترة معينة سبب في انقسام الأمم أخيرا وسريعا جدا بعض وكالات الأنباء نقلت دعم رئيس الروسي بلاديمير بوتين لكاميلا هارس هل ده فرق في استطلاعات الرأي طبعا يأثر جدا لأنه طبعا هو ممكن حضرتك تقولي ده تدخل لا احنا دلوقتي أمام عالم مفتوح وبالتالي من حق دول كلها تأيد ده وده مش مقتصر حضرتك على الرئيس الروسي أيضا الصين وسائل الإعلام في العالم يعني حضرتك بعض الدول تبنت وجهة نظر مرشع على حساب آخر العالم العربي مش عايز أقسم بس هناك قنوات عربية كثيرة بدأت خلال الأربع خمس يام الماضية تأيد مرشع على حساب مؤشر بتعملي تحليل مضمون أو محتوى مضمون المصالح السياسي فبعد القنوات العربية بدأت تدي ده بعض القنوات الأوروبية فرنسا وألمانيا بدأوا يتحركوا لو حد تتابع الميديا الأوروبية أكيد فبتشوفي حضرتك ده اللي هو محاولة ترجيح مرشع على مرشع لابد يكون لكي موقف ما فيش حاجة اسمها بوتين بيؤيد كامال هارس مع أنه طلع في تصريح من يومين بيقول أنا لن أتابع هذه المناظرة أنا مش مهتم بمتابعة هذه المناظرة رغم أنه بيؤيد مرشحة الحزب الديمقراطي كامال هارس نذكر شكرا جزيلا دائما متنورنا ومنستفيد من تحليلاتك دكتور طارق فهن أستاذ العلوم السياسية صباح الخير